طيب نروح من قرط اليد وليه فرقتنا فريق النادي الاهلي ويمكن في الانترو قدمنا الجدول او الاجندة بتاعت النادي الاهلي على مستوى المحلي على المستوى القاري على المستوى الكاس مصر على المستوى السوبر الافريكي يمكن لسه متحددش معاده للسوبر المصري مباريات مطلحقة جدا ويمكن فيه مباريات تفصل بيفصلهم عن بعض يمكن 48 ساعة كمان وشترة ايام شايف ده ازاي وازاي احنا كمان كنادي الاهلي مطلوب مننا البطولات ديت ومطلوب مننا ان احنا دايما نكون نمر واحد يتعامل مع هذا الجدول المكسف تمام يعني ده طبعا ده قدر نادي الاهلي او فريق كبير بحاجة بنادي الاهلي بيلعب في كل البطولات عم تلعب في الدوري وفي الكات وبتزيد اللي هو دور الابطال الافريقي اللي طبعا بيشارك كفيت زي مالك وفيه بيرامز في كونفدرالية يعني فطبعا جدول مضغوط ما بلاد حيلة يعني عشان تقدر تنجز هذا الجدول وتقدر تني هذا الموسم الصعب الشق اللي برضو هيستمر الوقت طويل جدا يعني بس لكن مهم جدا انك انك تكون جاهز للامور دي مهم جدا انك تكون جاهز للمباريات دي وده يفسر او يبرر طبعا ان يكون عندك عدد كبير جدا جاهز من اللاعبين ان يكون عندك دكة كبيرة جدا ان يكون عندك لعبة في اكتر من مركز بحيث لما لعب منك يقع تلاقي البديل شفنا ويعمل لالي اكتر مركز يعني شفنا علي معلول والواحد من الاعمدة المهمة جدا في النادي الاهلي تعرض لاصابة ظهر محمود وحيد وقده بشكل جيد شفنا حسين الشاحات مش موجود شفنا الناصر مهر ناصر شفنا عدد كبير جدا من صلاح محسن طهر محمد طهر فورد جدا ان يعمل منك عدد كبير جدا من اللاعبة وبالتالي لابد ان يكون جاهز وانا شاف ان احسن اتحاد الكرة لما خلي القيمة 35 لعب لان عارف انك انت داخل على موسم شاق وحتعرض فيه ضغوطات كبيرة جدا وده هيتسبب في اصابات كبيرة جدا لعدد من اللاعبة فده هيتسبب في مصلحة النادي الاهلي زي ما هيتسبب في مصلحة كل الاندية يعني اتمنى النادي الاهلي طبعا يتجوز المرحلة دي لان فعلا المرحلة اللي جاية دي في شهر ماسو شهر ابريل مرحلة صعبة جدا 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 ان شاء الله يقدر يتخطى ويما الاهلي مر بحاجات زي كده لسي يما الاهلي لسه عنده كمان مباريات مواجلة في الدوري يعني برضو مشاركة الاهلي في كاس يعني اعتبر شارك في اربع مباريات في هذا الموسم يعني منهم الدوري طبعا وعندك الكاس وعندك دور الابطال وعندك كاس العالم الاندية كل ده عمل ضغوطات كبيرة على النادي الاهلي ان شاء الله اعتقد نقدر نتجوز هذه المرحلة نقدر نتجوز المباريات دي بشغل فني وبدني يعملوا الجهاز الفني ده طبيعة الاندية الكبيرة والنادي الاهلي من الاندية العالمية دلوقتي الاندية العالمية الكبيرة